اللي بيديروا كورة القدم مصرية حتى الاتحاد مصر خورة القدم تخبط في كل القرارات وكان دليل عندنا في تعيين المدير الفني من تخبنا المصر كورة القدم شفنا دي اللجنة ناس ما صوتتش وناس ما راحتش وناس ما اتكلمتش وعرفت ان فيه نائب الرئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد هو فيه ايه يا جماعة المشافين تديروا روحوا وعضوا في بيوتكو مين اللي بيدير كورة القدم دي اللي عليها علامة تتفهم تقولولي الناس اللي هي موجودة داخل الاتحاد دي بتعرف تدير والله العظيم تلاتة ما احترام لكل الشخصيات فيها ناس زي بركاته زي حزم امام على عيني وعلى الراس دول اللي عيبوا الكرة وعملوا كل حاجة انما معلش ما نمشوا في الادارة وجربنا قبل كده انا بقول لكم جربنا قبل كده مش اتسبوها هاتوا ناس في مصر مش قليلة ومصر يعني فيها كوادر كتيرة جدا وناس مش اقولك ناس بيكون اللي عم كرة قدم لأ في عندك ناس بتدير الادارة كويس كرة القدم ما هي الا ادارة المفروض لعبة كرة القدم في مصر تعمل داخل سنة وفي مصر مش اقل من مئة مليار جنيه ومحسوبة واحصبها لك وبقية الاندية الاخرى مع اللجنة الاولمبية والاتحادات تعمل زيهم لكن للأسف فساد اداري وفساد مالي وفساد في كل شيء انا ما بزهاش والاسبوع الجاي هفضل اتكلم لحد ما يتصلح حالنا مش هتصلح حالنا هفضل اتكلم انا ما عنديش حاجة هسكت عليها لان اللي بيحصل ده في قدمة المصرية وعملين نسمع تقولك احنا هروح نلعب ما تشف مع اليابان ولا بشعارف في كوريا بدون الدوليين طب موديينهم ليه هنغلط غلطة كورويتش تاني راح لعب كاس العرب بدون دوليين وراح لعب بعد كده في بطولة تانية بدون دوليين طب انت بتعمل ما تشدي ليه طب ما تعمل هنا في مصر اعملها في مصر هنا وخلاص طب بتكلف الدولة ليه وتدفعه فلوس ويه 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 حتى لو تاخد فلوس اسم مصر يا اخي اسم مصر لازم اللي بياخده القرار ده يكون راجل غيور على بلده انما العملية ماشية بزرميت في ناس كوادر عندنا زي الفل وناس كتير تستاهل نتبقى في مكانة احسن من المكان اللي فيها اعضاء اتحاده الكورة ورئيس الاتحاده الكورة ويناء برئيس الاتحاده الكورة انا اقول ايه اكتر من كده يعني امتى الدولة لازم تتحرك انا بقول لكم الدولة لازم تتحرك كورة القدم المصرية في انهيار معقولة معقولة 110 أو 120 مليون مصري ما فهمش كوادر تنفع تدير كورة القدم المصرية ما تبصوا الاتحادات التانية بصوا لعبة كورة اليد شوف بصلت فين دلوقت بصوا الطائرة بدأت تطلع ازاي شوف الالعاب التانية بدأت الفردية مش عايزين نظلمها الاتحادات بتاعتها ولا عندهم فكرة وبيتحكموا في الرياضة يا جماعة لازم نفوق لازم نفوق مصر اسم كبير ولازم كلنا زي ما مصر ديتنا كلنا واللي ينكر كده بقى نكر الجميل مصر خيرها علينا كلنا انما اللي بيحصل ده مع الاسف انا لحد كده هتوقف الاسبوع ده عن الكلام في المواضيع دي انما الاسبوع جاي جاي ان شاء الرحمن لو لنا عمر للعمر بقية هفضل هتكلم لحد ما نصلح حال لكرة القدم مصرية اللي هيصلح حال لكرة القدم مصرية ايه السيستم النظام اللي لازم يتعمل احنا ما عندناش نظام على كل حال احنا معاكم لو لنا عمر الاسبوع القادم وهنشوف ايه اللي بيحصل على الساحة المصرية وهنتكلم فيه معاكم بكل صراحة لا نبطبطب ولا نبخف من حد للم الله سبحانه وتعالى اشتركوا في القناة